تحيات اخواتي وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بالف خير والف صحة دايما يا رب معكم مريم من قناة اكلة بنفسي النهاردة يعني بعد غياب طويل وليا فترة منزلتش لحبابي مرضى السكر ومرضى حساسية الجلوتين واللي بيعملوا كيتيو دايت واي انواع دايت هعمل لهم كيكة الشوفان تحفة جدا زي ما انت شايفة تحفة نعمة مع صوص تحفة جدا اقتصادية جدا وبدون مضرب وبدون اي ادوات تغلبك ولا اي حاجة بصي جميلة جدا جدا ونعمة زي ما انت شايفة وطرية والصوص بجد يجنن انا اللي فترة منزلت لهمش انواع الحلويات او اكلات بتاعتهم بس هون نهاردة هعمل كيكة الشوفان اهي بجد تحفة زي ما انت شايفة مغزية وحاجة كده نحلي بيها صحية بدون مضمرنا يتعبنا لاي حد مش لازم يعني اللي حبايبنا مرد السكر وحساسية الجولتين يلا بنا ندخل على حلقتنا بس ياريت قبل ما ندخل متنسينش بيشتراك وتفعل زي بالدرس ولا كاتل كتل للفيديو عشان ترفع وشوفو غيركو يلا بنا عندي كوباية شوفان مئة وعشرين جرام عليهم متين وخمسين ملي لبن سخر هنلاينهم مع بعض كده ونسيبهم على جنب لحد ما الشوفان يتشرب اللبن ويلين معانا تمام تعالوا نشوفو الخطوة التانية ايه عندي هنا حبتين موز يكونوا مستويين كويس زي ما انت شايفة هون هنهرسهم بالشوكة هرسهم كويس بحيث ما تبقاش فيهم اي كتل ولا اي حاجة عايزينهم مهرسين كويس قولنا كيكا اقتصادية بدون ادوات بدون اي حاجة بعد كده هنضيف عليها حبتين بيض بدرجة حرارة الغرفة زي ما انت شايفة هون مفيش ابسط من كده ومفيش اي تعقيدات بامانة مفيش عشر دقائق هتكون اقل من عشر دقائق هتكون مخلصاها ومدخلها الفرن وزي الفرن بعد كده هنقلب كويس جدا جدا الموز مع البيض وهنقلب كويس لحد ما نفك اي تكتلات تمام كده حبابي وعندي واحدة فانيليا تمام كده هنقلب برضو وبعد كده بعد الفانيليا هنضيف تلات معالق كبار كاكاو خام هسيب لك كل المقاديد بالجرامات والكبيات والمعالق في صندوق الوصف مع قيمة تشغيل لاكلات وحلويات لمرضى السكر ومرضى حساسية الجلوتين والكيتو داين هتظهر لك في شريطة حالا وهتلاقيها في صندوق الوصف وهنقلب كويس جدا جدا لحد ما ندمج الكاكاو زي ما انت شايفة بعد ما ندمج معنا كاكاو كويس هنضيف رشة ملح وهنقلبها وندوبها كويس طبعا في الخليط بتاعنا وبعد كده هنا هنضيف معلقتين كوبار دي خطوة اختيارية او شوكولاتة دارك بتاعتنا هتقطعيها كويس صغير خالص وض فيها معاهم زي ما انت عاملين كده بالزبط وبعد كده هنضيف معلقة صغيرة بيكنج بودر اللي هي نص المعلقة الكبيرة زي ما انتو شفتو هنقلب كل المقادر مع بعض في الوقت ده هيكون الشوفان مع اللبن ده يعني آآ تشرب معانا وطري معانا شوية هنضيفه على المقادر ده كله بس وهنقلب وما فيش ابسط من كده ولا اسهل من كده قال لي بيكويس مع بعض لحد ما اندامج مع بعض آآ بعد كده هنجيب آآ هنحط نص معلقة خال صغيرة دي قلنا محسن آآ طبيعي حلو جدا بيدي هشاشل اي كيك بعد كده هنجيب صونية دهننها دهنة زيت ورشنها رشة كاكاو وممكن تحطي ورقة زبدة براحتك خالص اللي متوفر عندك وتقدري تعمليه وهنصب الخليط عادي خالص وده قوامه في الصونية زي ما انت شايفة بالزبط في الوقت ده الفرن بتاعتنا شغال على درجة حرارة مية وتمانين ولازم تكون وصلت لدرجة الحرارة قبل ما ندخل الكيك هنهزها شوية ونخبطها خططين على الوش بقى عشان نزود القيمة الغذائية والبروتين هنحط اي مكسرات عندك انا حطت هنا عن جمل وحط في السوداني انت عندك 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 لوز عندك اي نوع مكسرات طبعا عارفين مكسرات كلها دهون صحية مفيدة وكل حاجة تمام بس كده انا حطت زي ما قلت عن جمل مجروش وفل سوداني انت برحتك عايزة تحطي اي نوع عندك متوفر تمام هندخلها الفرن من خمسة وتلاتين لاربعين دقيقة واتبعيها وعينك عليها عشان هي غمأة كاكاو بعد مسلا آآ مرور تلاتين دقيقة شو فيها باختبار خلة الاسنان قال ما انت شو فيها باختبار خلة الاسنان خرجيها ويسيبيها تهدى وتبرد تماما وبعد كده طلعيها من سنية الخبز بتاعتها تمام آآ وتحطيها في طبق التقديم بعد كده هتجيبي خمسين جرام شوكولاتة دارك آآ اللي هي الصحية النسبة كاكاو فيها كتير مع آآ حوالي ربع كباية لبن دافي سخاني اللبن وبعد كده هتحط في الشوكولاتة هتدوب معاكي خالص زي ما انت شايفها بالزبط كده هو هتعملي خطوط بالطول وبالعد زيني زي ما انت عايزة آآ السوس ده هدفه يدي طعم ويدي طراوة يعني فاهمين تتشربه كده ويبقى حلو ويدي طعم معاك شوية وكمان في شوية سوس بيتبقوا معنا بعد التزيين بنخليهم على جمد اللي حابب وانتي بتقطعيه وتحط في الطبق اللي حابب يزود سوس يزود براحته خالص تمام فيش ابسط من كده والسوس سهلي جدا ومفيش يعني حاجات بسيطة جدا شوكولاتة الدرك دي نسبة الكاكاو فيها آآ كبيرة بتبقى طبعا الصحية وفي شوكولاتة نباتي ممكن تستخدميها برضو حلوة جدا بس كده وتقدميها بألف هانا وشفا وزي ما قلنا هسيبلك في صندوق الوصف قيم تشغيل زي ما قلتلك في الاول اللي هي قيمة تشغيل لأكلات وحلويات مناسبة للضيت ومرضى السكر وهسيبلك كمان قيمة تشغيل عادية لأكلات ضيت عادية يعني مش لازم متخصصة للسكر آآ لمرضى السكر ومرضى حسيت الجولاتين لو حابين زيادة او آآ آآ فيديوهات من النوع ده كتير ياريت 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 اتمنى تسيبولي في التعليقات علشان انا بصراحة يعني لما بحدش بيطلب حاجة بنساها وبعدين بتزعلوا مني وبتقولولي فين آآ كنت معودانا دايما على فيديوهات دايما كتيرة لمرضى السكر وحسيت الجولاتين فين وفين يعني بعتذر جدا لان ليه فترة فعلا ما نزلتش بس كده وبصي جميلة وطرية جدا بجد وتحفى مغزية وكلها حاجات مفيدة فيش حاجة مضرة فيها خالص وربنا يقيش في الجميع يا رب واتمنى تجربوا الوصفة وتسيبي لي رأيك هنا في التعليقات او على رسالة صفحاتي على الفيس بوك والانستجرام والتيك توك اسمهم اكلة بنفس هسيبلك الرابط بتاعتهم مع آآ المقادير وقايمة التشغيل اللي قلتلك عليها وبصي بقى الجميل وزي انتهى كده بجنبها كم مشاريحة موز كده بما اننا يعني آآ حاجة صحية كل حاجة فيها تحفى وربنا يجف الجميع يا رب وانا بجد انا بحب الوصفات دي جدا شجعوني وطلبوا مني او قولولي رأيكم في التعليقات انو كوا عايزين من وصفات دي وانا ان شاء الله اكتر لكم منها كتير جدا لان خصوصا مرضى السكر حبيبي ومرضى حسيت الجولتل ما بيكلوش دقيق خالص آآ بيبقوا محترين جدا في اكلاتهم في حلوياتهم يا رب بناش في الجامعة يا رب بصي نعمة وطرية وتحفى جدا جدا بسطت جدا ان انا رجعت تاني للحلقات دية واتمنى يا رب آآ ما نساش واتمنى كل ما نسى الفيديوهات دي فكروني فكروني عايزين وصفات للضايت ومرضى السكر عشان اتشجع معكم كمان ويا ريتوا وصلتم على الحد هنا بتنسي ناشي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لايكاتي كتيل الفيديو شان ترفعوا وشوفوا غيرك وبي